اهلا وسهلا بكم من جديد على سيارات الكهرباء اعدمت سيرادها وبيعها في السوق المحلية على حد وصفه اضافة الى زيادة الجمهورية التصاعدية بنسبة 5% سنويا على سيارات الهايبرد وضريبة الوزن عليها وعلى سيارات البنزين مع اصل الحكاية وما حجم الضرر الذي لاحق بالمواطن والتجر والحكومة وما مقدار الخسائر بسبب تراجع المبيعات وما دور هيئة المستثمرين كل هذه الاسئلة وغيرها سيتم الاجابة عنها مع ضيفنا بالاستوديو رئيس هيئة مستثمرية المناطق الحرة سيد محمد البستنجي اهلا وسهلا بك اهلا بك وشكرا على تواجدك معنا اهلا وسهلا لليوم اذا فلنبدأ مع اولى الاسئلة وما تأثير هذا الموقف على طبيع الاستيراد وتصدير سيارات الكهرباء لا شك اختي انه هاي القرار احدث ارباك كبير خاصة في انشطة قطاع السيارات وكان له اثر ايضا على التاجر وعلى المواطن وعلى الخزينة ايضا طبعا احنا اتفاجأنا في القرار في 2-1-2019 القرار كان زيادة 25% على السيارات الكهربائية نعم طبعا كان مفاجأة بالنسبة للتجار لانه ما كان عندهم اي علم في هذا القرار ولا كنا بنعرف انه هاي السيارة كان فيها لها اي اعفاء جمركي تمام طبعا احنا كان فيه في السوق تقريبا ما بينه في السوق واللي كان موجود في الشحن واللي فيه يعني اي اثبات اي شراء يعني من بلد المنشاء كان فيه تقريبا بين الالفين لثلاث تلاف سيارة نعم اعطونا عليهم استثناء الحكومة لغاية ثلاثين اربعة اللي هو لغاية مبالح على الاعفاء القديم طبعا اليوم عندنا اليوم بيبلش على اعفاء 25% بس لكن للأسف ما تم شراء ولا اي سيارة جديد من بداية واحد واحد لغاية هذا اليوم يعني ما فيه اي سيارة جديدة وانا متوقع يعني خلال هالثلاث شهور القادمة او اربع شهور القادمة ما راح يتم جمرك ولا اي سيارة كهربائية يعني هذا خبر مؤسف فعلا طبعا عندما نتحدث عن الاشخاص اللي بالاصل عندهم سيارات كهربائية هل راح ترتفع قيمة سيارتهم هو يشوفي للأسف السوق يعني مش سوق قوي جدا يعني اللي يستحمل انه نضيف عليه وما بتحمل يعني السوق ما بتحمل زيادة هاي السيارات او هاي النسبة لذلك يعني راح تضل الاسعار على ما هي نعم يعني ما راح يصير اي زيادة على اسعار السيارات لانه ما بتحمل يعني بنسبة للاشخاص اللي كانوا مفكرين انه راح تسير او راح يصير في ارتفاع على اسعار سياراتهم اللي هم أصلاً شريينها هذا الحكي ما رح يصير دا نهائي ما رح يصير ولا حتى السيارات اللي موجودة الآن يعني اللي تم جمركتها نعم رح يتضل على نفس الأسعار وما رح يطرع لها ولا أي دينار زياري للأسف طيب عندما نتحدث عن قطع هذه السيارات هل رح تزيد تكلفتها على المواطن طبعاً شوفي أثناء الاستيراد السيارات بالمقابل فيه تجار قطع السيارات كانوا بستوردوا قطع نعم لهاي السيارات طبعاً شوفي من ميزة هاي السيارات يعني صيانتها بسيطة جداً وما فيها أي صيانة فقط يعني ممكن قطع البودي يعني اللي بتكون والبطارية أو محول الكهرباء اللي فيها لكن الآن إحنا الخوف من إنه مع وقف استيراد هاي السيارات يخفوا تجار القطع من استيراد القطع طبعاً ممكن ينعكس الزيادة على أسعار قطع السيارات في المستقبل طب برأيك سيدي إيش سبب تراجع عن مثل هذا القرار وإيش تأثير رح يكون على المواطن والترجار والله هو يعني إحنا القرار أعدم السيارة هذا بالنسبة للصنف السيارة إن عدم نهائي أنا في رأيي من السوق يعني خلاص ما عاد يجي ما عاد ناس يقدر يعاود يستورد هاي السيارة ويجيبها لذلك إن فقدت يعني السيارة ما راح تكون موجودة يعني بالرغم من تأسيس العديد من المحطات البنزين القواعد الكهربائية البطاريات الكهربائية قصة 100% يعني إحنا يكون عم نظر العديد من الشهرات يعني السيارات اللي موجودة فقط هي للجمركة يعني في نظرية يعني يعني راح تصير تراجع يفوق 95 أو 98% على هاي السيارة يعني هذا خبر خبر مؤسف بالأخير إحنا لما نحكي عن سيارات الكهربائية فهي صديقة للبيئة أكثر من غير نعم أكيد 100% أختي إحنا المشكلة عنا مش برضو في سيارات الكهربائة فقط إحنا للأسف كل قطاع يعني كل نوع من السيارات أو كل قطاع من السيارات فيه عندنا فيه مشكلة يعني السيارات الهايبرد عندنا فيها مشكلة السيارات البنزين عندنا فيها مشكلة سيارات قطاع الشحن فيه عندنا مشكلة يعني للأسف إحنا اللي عم بصير عندنا إحنا ما فيه عندنا القرارات بتتخذ هيك يعني بدون مشاركة القطاع الخاص مع العلم يعني جلالة سيدنا الله يطول عمره ويحفظه كان باستمرار بينادي إنه بتعزيز الشراكي ما بين القطاع العام وقطاع الخاص نعم لو كانت هذه القرارات يعني لو كان فيها تشاركية ما بين القطاع العام والخاص مثل هيئة مستثمينة مناطق حرة أو نقابة وكلاء السيارات وقطاع الغيار نطلع بآلية معينة ممكن هاي الآلية إنها هيت يعني نخلق قرار إنه يتناسب مع وضع السوق ومع التجار ومع برضو مع الخزينة نعم بس الآن يعني صار عندنا تراجع في كل السيارات يفوق السبعين بالمية للأسف يعني إحنا كان عندنا يعني مثلا خلال الثلاث سنوات السابقة نعم كان عندنا تقريبا بمعدل شهري ستة آلاف من خمس آلاف وخمسمائة لستة آلاف سيارة يتجمرك سنوي ايه شهري اليوم يعني ما بين ألف وخمسمائة لألفين سيارة يعني إحنا منحكي عن خمس عدد أسفلات الضبط إحنا كنا نرفض للخزينة المناطق الحرة كانت ترفض للخزينة تقريبا خلال بالمعدل الثلاث سنوات السابقة بمعدل تقريبا 30 مليون دينار في الشهر اليوم 10 مليون وما بنوصلهم يعني عندما نتحدث عن كم المهود من السيارات الموجودة بشوارع العاصمة عمان وغيرها من الشوارع في جميع نحاء المملكة عم نشوف فائد للسيارات ولكن نفس الوقت عندما نتحدث عن تأثيرها على خزينة الدولة فهو تأثير سلبية أكيد وفيه بالمقابل ما هو فيه عندنا آلية شطب واستبدال هاي لازم تتعزز بنظل محافظين على مستوى السيارات تقريبا يعني في الأسواق بس برضو بدها كمان نظام الشطب والاستبدال كمان لسه بده إعادة دراسة وبده إعادة نظر في قرار يعني على ما يبدو في قطاع السيارات والنقل بشكل عام عم بيكون فيه مشاكل عدة ولا بد من وجود حل إليها يعني بالأخير احنا بنحكي الخسران أول وأخير هو المواطن سواء كان الشخص اللي بده يقتن السيارة أو التاجر نفسه مية في المية أكيد طيب أستاذ لما نحكي عن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية من ثلاثة إلى عشرين ألف دينار حسب نوع السيارة وحسب طبيعتها ايش تعليق على الموضوع؟ يا ستي هاي في حال تم الزيادة الزيادة اللي حصلت اللي هي الخمسة وعشرين بالمية نعم هاي عبارة عن ما بين ثلاث ألاف إلى ثمن ثلاث دينار هاي على السيارات اللي موجودة في المناطق الحر اللي موجودة في الأسواق اللي هي المتداولة من ثلاث ألاف إلى ثمن ألاف دينار لكل سيارة في بعض من السيارات الكبيرة رح يلحقها عشرين ألف دينار يعني في بعض هاي السيارات هاي اللي هي نسبة الخمسة وعشرين بالمية مش رح يضيء مش رح يضاف على السيارات اللي الآن في الأسواق إذا تم جمرك جديد رح يجيها ما بين ثلاث ألاف إلى ثمن ألاف دينار للسيارة الوحدة ولكن كل سنة وقت الترخيص رح يكون في مبالغ زيادة رح يتفعل المواطن الترخيص بتصور رح يكون نفس الإشي ما رح يصير عليه أي زيادة ما رح يكون يعني خلينا نكون واضحين وشففين مع المشاهدين هل تنصح في الوقت الحالي المشاهدين أنهم يغطنوا السيارات الكهربائية أم لا؟ هي السيارة الكهربائية سيارة ممتازة جدا وسيارة اقتصادية وقليلة السيانة يعني منسبة للسيارة السيارة ممتازة ما عليها أي مشكلة مدامه هي متواجدة في الأسواق يشتريها ما فيه أي مشكلة عليها السيارة بس إحنا الخوف من أنه يعني تنقص السيارة في السوق فيما بعد لأنه صار كل بيت بحاجة للسيارة صحيح هاي السيارة اقتصادية ثانوية للبيت للموظف يعني صارت سيارة ممتازة جدا يعني عندما نتحدث عن خزينة الدولة كنت قد ذكرت أنه نسبة المبالغ المادية المردودة إلى خزينة الدولة من هذا القطاع في انخفاض مستمر إلى أين نحن ذاهبون؟ والله إحنا يعني ما بعرف وين بس أنا بدي أحكي لك يعني لازم إحنا في الوقت الضائع الآن لازم نعيد النظر في القرارات في أسرع وقت ممكن حتى نطلع من هاي المأزق ولا إحنا عم نتراجع يعني شوي شوي عم نتراجع فإحنا بناشد الحكومة أنه نعيد النظر في القرارات كاملة جميع السيارات في كل قطاعاتها مش قطاع واحد أو قطاع سيارات الكهرباء جميع السيارات لازم يعاد النظر في كل قراراتها يعني برأيك بعد هذا القرار هل سيكون توجه أو سهل سيكون هناك توجه من قبل المواطن لشراء السيارات التي تعمل على البنزين العادي؟ التاب تعرفي أنه تكلفة البنزين عالية وأيضا عندنا مشكلة في سيارات البنزين اللي هي ضريبة البنزين أو ضريبة على سيارات ضريبة الوزن على سيارات البنزين نعم والضريبة وزن على سيارات الهايبرد هاي كمان رافعة من أسعارها يعني كمان لازم يعاد النظر فيها مع العلم يعني ممكن أنه الناس اللي يتجهوا على سيارات البنزين أو على سيارات الهايبرد بدل هاي السيارة بس يعني يعني المشكلة في كل السيارات فيه المشاكل هلأ مشاكل في يعني في قرارات السيارات يعني للأسف عندما نتحدث عن هذه المشاكل كلها الواحد بيصير يفكر خلاص أنه ألزأ للمواصلات العامة ولكن حتى قطاع المواصلات العالم هو ليس بالقطاع المنظم الذي يساعد المواطن أنه يوصل لشغله ولا يوصل لبيته بيه السهولة يعني هذا شيء مؤسف طب إيش حتكون الخطوات تالية من قبل الهيئة لهذا بخصوص هذا القرار وبخصوص السيارة والله إحنا الآن طلبنا يعني من معالي وزير المالية وزير الصناعة والتجارة أيضا وزير الاستثمار أنه يعني لازم نتحاور معهم ونجس معهم ونحاول نجد آلية جديدة يعني اللي نحاول يعني نطلع من هاي المآذق لأنه فيه عندنا مآذق كبيرة احنا صار بالنسبة لقطاع السيارات وخاصة في المناطق الحرة احنا الآن عندنا مشكلة كبيرة لأنه كل القطاعات وقفت نعم ففيه بضائع كبيرة فيه أكثر من 15 ألف سيارة اللي موجودة عند التجار صحيح فهي حقها مبالغ كبيرة يعني صار عندنا خسائر في أسعار السيارات أو نزلة السيارات يعني الخسائر الموجودة تفوق 50 مليون دينار للأسف نعم فإحنا يعني لازم نوجد أي آلية لحل هذا الموضوع يعني بالأخير إحنا منحكي عن العديد من الخطاعات المتأثرة في ارتفاع نسبة الضرائب في المملكة طيب أستاذ عطينا مثال على كيف بتكون أسعار السيارات بدون ذكر أسماء معينة ولكن بشكل عام في الأسواق العالمية كيف بيكون سعرها وبمجرد أنها توصل على الأردن وينفرض عليها الضرائب أدي بيصير سعرها حتى يكون فيه هيك مقارنة بالنسبة يعني خلينا يعني بدنا نحكي على سبيل مثال يعني لا الحصر مثلا نجيب سيارة النسان الليف بالنسبة للسيارات الكهرباء هاي السيارة تقريبا يعني بتصل للأردن هنا حوالي 9000 دينار أردني يعني كل سيارة تقريبا 9000 دينار هاي السيارة كان بالحقها تقريبا 1000 دينار رسوم جمهوركي كانت بتكلف تقريبا 10000 تنبع ب10500 10700 دينار هذا المعدل اللي هي هاي السيارة ما تنحكي اللي هي المتداول اللي هي تقريبا موديلها 2015 أو 2014 يعني 14 15 16 الآن هاي السيارة بديل حقها 3000 دينار يعني احنا نحكي عن 4000 ايو 3000 دينار دي صير حقها يعني 14000 تقريبا 13500 يعني احنا بنحكي عن المزيد من الخسائر وكل ما فيه أصناف ثانية التفعات بتوصل لغاية 8000 دينار بالنسبة للسيارات اللي هي هاي اللي متداولي يعني ناهيك عن السيارات الكبيرة هذيك راح يلحقها 20000 دينار طيب أستاذ لما نحكي عن الخسائر في المنطقة الحرة هل راح يكون فيه زيادة على هذه الخسائر لو ما كان فيه تواجه من قبل الحكومة لتغيير هذه السياسة نعم الزيادة فيه تصاعدية زيادة الخسائر يعني احنا إذا ما حلينا الشهر يعني احنا اليوم عنا 50 مليون الشهر الجاي او الشهر اللي بعده ممكن نصير عنا 60 ل 70 مليون يعني احنا عنا خسائر كبيرة يعني ما فيه ناس متصور ايش الخسائر اللي موجودة في قطاع السيارات اكبر قطاع بخسر وبالمقابل كان اكبر قطاع برفد للخزينة صحيح فاحنا يعني يجب اعادة النظر في القرارات بسرعة الممكنة ولا للامانة التجار يعني فيه مأزق كبير وغير عن هيك القرارات خلت يعني كل تاجر كان عنده شوية سيارات على القرار راح يجمركهم يعني صار يستدان وروح يجمرك السيارة عشان يدفع الجمرك نعم والجمارك عنا مبالغ كبيرة مثل ما صار فينا في سيارات الهايبرد في 2018 اضطروا التجاري جمركوا عشان الخمسة بالمية الإضافية نعم طبعا يعني في بعض شركات عندهم 200 و300 سيارة يعني بدهم مبالغ كبيرة حتى يقدروا جمركوها طبعا الآن احنا وقعنا في مأزق كبير يعني بالنسبة للتجار السيارات كلهم أو قطاع كل قطاع السيارات صحيح طبعا عندما نتحدث عن بوابة التصدير إلى البلدان الأخرى هل برأيك هذه قد تكون منفذ بالنسبة للتجار؟ طبعا دع أحكيلك بالنسبة للسيارات اللي احنا عم نشتغل فيهم للسوق الأردني ما بتناسب الأسواق الخارجية يعني يعني الخليج والعراق أو الدول المجاورة اللي احنا نشحن عندهم أو بنصدر عندهم نعم هايما بيستعملوا لا السيارة الهايبرد ولا السيارة الكهرباء للأسف يعني فلذلك هاي السيارة إحنا استوردناها الأسواق الأردنية هما ما عندهم التأهيل من قبل محطة بندين مش ما إليهم نشر البايع عن هذه السيارات الكهربائية فصفة التجار الأردني واسعار النفط عندهم الوقود أقل من هنا بكثير فلذلك هما ما بللجئو إلى هاي السيارة احنا يعني نلجأ لهالسيارة حتى نوفر فيها طبعا فصفées التاج الأردني عالان بهاي السيارة ومعارف يتصرف فيها وما عم يكون في إقبال من قبل المواطن لشراء هذه السيارات يعني هذه أرقام مؤسفة وبرغم من فتح الحدود مع العراق وسوريا فإحنا عندما نلحدث عن هذا القطاع من السيارات لن يستخدم طبعا شوفي لغاية الآن طبعا بالنسبة لسوريا الآن ما في عليها أي يعني فيش أي تعاون تجاري خاص بقطاع السيارات نهائي ما فيه وبالنسبة للعراق أنت عارف يعني أسواق العراق خفيفة جدا وما فيه يعني يعني الشحن هم يحقوا قبل تقريبا أربع شهور أنه فيه السيارات الأردنية تدخل على العراق أو سيارات الشحن الأردنية تدخل لداخل العراق والسيارات العراقية تدخل لداخل الأردن لغاية الآن ما تم يعني دخول ولا أي سيارة لا أردنية على العراق ولا عراقية على الأردن ولكن عندما نتحدث عن سوريا كذلك ذكرت أنه ما طر في أي إجراءات سوريا ما بينهم أي نشاط تجاري في قطاع السيارات لماذا؟ ما صار لغاية الآن ما كان فيه تواجهات حكومية واضحة في هذا الصدل بالنسبة لإقطاع السيارات ما حصل لغاية الآن ما فيه يعني طب إذا إحنا بنا نقارن بين سنة 2019 والسنوات الماضية من حيث الحركة في السوق الحر كيف تقارنها؟ بالنسبة للربع الأول نعم مع الربع الأول من العام الماضي أو مقارن مع الثلاث سنوات الماضية بالضبط نسبة التراجع سبعين بالمية سبعين بالمية يعني هاي نسبة مخيفة طيب وإيش حيكون مصير التجار اللي ممكن يكون أخذ قرد حتى يجيب هدول السيارات للبلغ أريد أحكي لك يعني أنا نسبة كبيرة من التجار السيارات كلهم يشتغلوا مع البنوك أو كل الشركات يعني عم تشتغل مع البنوك وكلها عندها التزامات صحيح فاليوم التاجر عم بيقصر في السيارة 2300 دينار في كل سيارة حتى يجيب كاش يقدر يسلك أموره البنكية وأموره المصاريف وعنده مصاريف داخلية إحنا في مأزق كبير جدا قطاع السيارات في مأزق أكبر مما يتوقعوا أي إنسان وبعدين يعني النظر إليهم بيفكروا الناس أنه يعني هذولا التجار حيتان أكلوا الأسواق أكبر قطاع خسران أكبر قطاع خسر يعني إحنا بالناشد الحكومة إنهم نترجعهم رجع إنهم عيدوا النظر بالقرارات كل القرارات فيها مشكلة عندنا صحيح قرار سيارات الهايبرد مشكلة قرار سيارات البنزين في مشكلة قرار سيارات ذويين الاحتياجات الخاصة صار في مشكلة قرار سيارات الكهرباء في مشكلة قرار الشحن في مشكلة يعني إحنا الآن داخلين على على عكارته إحنا مش عارفينها بالنسبة إحنا لقطاع السيارات نعم طب بما إنه حضرتكم بالهيئة لاحظتم من بداية هذا العام كما ذكرت في تراجعهم الحوظ وهذه القرارات الصادرة هي كان عم بتم البت فيها من بداية هذه السنة صحيح احنا شوفي احنا بنطالب بس لكن للأسف ما في مجيب يعني تم التواصل مع جهات حكومية وبنعرض عليهم في طرق اننا نحاول نمشي بس للأسف ما في عنا اي رد علينا ولا كانوا يخذوا باي قرار او اي تفصيل احنا بنفصله يعني بنحكي لهم اياه انه هذا النظام او هذا البرنامج ممكن يمشي معاك ويمشي معنا ويمشي مع السوق بس للأسف ما في رد طيب هل كان في دراسات محددة عن كيف رح يكون تأثير هذا القطاع على مخزون الدولة احنا كتبنا وهذا موجود وانا موجود عندي ومحفوظة في الصحف ومحفوظة في المواقع وكتبنا عنه قبل سنتين انه في حال تم رفع جمرك على السيارات او اضافة الخمسة بالمية التصاعدي انه رح يصير عنا رح نوصل لهاي النقطة انه رح يصير عنا تراجع يفوق السبعين والستين والسبعين بالمية والثمانين بالمية ومع ذلك حصل ونفس الارقام اللي احنا كنا احنا عنا خبرة وعارفين ايش اللي بسير نفس هاي الارقام اللي احنا كنا بلغينهم فيها الآن احنا عايشين فيها مية للأسف طب وعشان برضو تكون الصورة واضحة عندما نتحدث عن هل كان في رد حكومي واضح انه لا هذا الاقتراح مرفوض ام التزموا بالصمت والله تقريبا التزموا بالصمت واحنا بنقدم لهم هم يعني باخذوا بحفظوا بدون اي رد احنا المشكلة ما فيه اي تشاركية ما بين القطاع العام والخاص يعني ممكن هيك يأخذ منك تروح عنده يأخذ منك شوي هيك شوي فكرة بس ما بتطبق منها ولا اي شيء للأسف يعني عندما نتحدث عن التوجهات المستمرة لجلالة سيدنا وتحفيز التعامل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فهو حاضر ولكن على ما يبدو هناك جهات معينة للأسف رح احكيها ما عم بتقوم بواجبها الصحيح حتى يكون في هذا التعاون لانه بالاخير رح ترجع المصلحة للمواطن ورح ترجع المصلحة للتاجر وكذلك خزينة الدولة يعني ما مو شايفة اي جزء خسران في هذه المعادلة الا انه فيه شخص معين لا يقوم بواجبه تذا تجاه هذا القطاع يا سيدتي الخسارة الكبرى للخزينة طبعا وللتاجر وللمواطن وبعدين يعني احكي لك احنا قطاع السيارات مش بس انا اللي بشتغل فيه اللي بشتغلوا فيه من مينة العقبة بشتغل فيه مع مخلصينه مع عماله مع الطريق مع الناقلينه مع هاي كلها هاي بتشتغل فيه بطرق غير مباشرة الناقلات المحطات المحلات الميكانيك محلات البناشر كل اللي على الطريق كل اللي هون مناطق الحرة كلها عم تشتغل من السيارات مش انا بشتغل فيها فقط كتاجر سيارات او مواطن دير كب السيارة صحيح فهي السيارة يعني إذا أنا بدي أحسب أنا حتى تنزل من مين العقبة حتى تتصل عنا للمنطقة الحرة إحنا بندفع عليها 500 دينار هاي إحنا ما بنحسبهم هذا ولا ما بنعتبرهم جمرك وشو في عادي آلاف السيارات وأضربوا في 500 دينار هاي ما بنضروا لها ما بنضروا عندنا لإيراد السيارات يعني أكبر مردود في كل القطاعات قطاع السيارات الآن بس للأسف الآن وقفت كاملة يعني برغم أنه كان فيه توجه في السابق إلى أنه هاي المردودات راح تقل بس برغم أن هذا الحكو اللي أعطى برضو تم خليني نحكيك اتغاضي عنها يعني أخبار للأسف مؤسفة ونتمنى أنه نكون منبر من خلال برنامجنا لتوجه إيجابي في هذا المجال ونكون داعمين لبعض بدل ما إحنا فقط عم نطلع على السلبيات التي قد تكون موجودة إحنا دائما نطلع لحلول لهذه المشاكل والسلبيات اللي عم بتأثر على التاجر المواطن وكذلك على خزينة الدولة بهمنا إنه إحنا ننعش اقتصادنا الوطني ولكن لابد أن يكون هناك توجه صحيح وسليم حتى يتم إنعاش هذا القطاع برأيك متى راح نلمس فرق الأسعار على هذه السيارات؟ أنا اللي عم بحكي لك يعني شوفي التجار في ضائقة مالية ما فيه أي تاجر راح يقدر يرفع يعني دينار واحد على أي سيارة بالعكس الآن بتنافس ومين ينزل أسعار حتى يحصل على السيوري لأنه ما فيه مبيعات هذا اللي اللي عم بصير يعني على ما يبدو هذه القضية هي قضية قد يطول الحديث فيها وهناك العديد من التفاصيل التي يجب أن يتم الاطلاع عليها حتى نجد حل هذه المشكلة ومرة أخرى نتمنى من جميع القطاعات أن تعمل معا سواء كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالأخير إحنا بدنا مصلحة المواطن بدنا المواطن يقدر أنه يعيش بيسر خلينا نقول ما عم نطلب الرفهية الشامي للجميع ولكن عم نطلب اليسر في التنقلات وتوفير ما هو قد يكون معتاد بالنسبة للعديد إذن سيدي الكريم شكرا جزيلا لوجودك معنا لليوم رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة السيد محمد البستنجي مشاهدينا فاصل ومنكمل شكرا